موسيقى انسان باعتبار انسانا حدث انه انسى خلي بال حضراتكم من هذا التعبير انسانا مكتمل القدرات والكفاءات والحقوق زيه زيك وفي اوقات كتير بيبقى حسن منك اوال السنوية العامة في مصر عادة ستين في المية بنات ده ليه معنى اوال كليات الطب والهندسة وبتاع نسبة البنات عالية جدا فيه كليات مثلا اللي هي يقول عليها كليات القمة كليات طب السنان مثلا كان طول عمرها البنات اكتر من الولاد وبالتالي انت بتشوف المرأة هنا على اعتبار انه انسان مكتمل نفس الحقوق والفكر والقدرات مهمة جدا القدرات دي مش قدرات زيك ده قدرات كتير او بتبقى حسن منك ها حدث انه انسى يبقى احنا فصالنا بقى طالما انت قولت حدث انها انسى يبقى الناس المتحضرين لا يفكر في الانسى الا في لحظات استدعاء الانسى يعني حضرتك رحت بتعمل بيت فجبت مهندسة ده لما يكون متحضر انت شايف ايه شايف المهندسة شوف افكارها الست لطيفة عملتلك كزا بتاع لا بص الرجليها ولا بتاع ولا تطلع وراها السلم ولا حاجات ها تمام ولا تبقى ها ماجي امت بقى بص انا مش شايف الانسى خالص انا شايف المهندسة امت بص الراجل يبص لو لحظات استدعاء الانسى حصل بقى ان حضرتك ايه استلطاف بينك وبينها انت بتاع انا مش عارف الفيلا دي عبنيها ازاي انا ما عنديش اسرة والله لغاية دلوقتي ما تجوزتش مش ها يبقى احنا كده دخلنا سيبنا الفيلا احنا سيبنا الفيلا ودخلنا في حاجة تانية يبقى انت كده ماشي انت ماشي صح كده لان انت ايه عندما تم استدعاء الانسى خلاص انما تبقى انت ماشي على ان كل واحدة ست انسى يبقى انت الراجل همجي اقرب الى الحيوان انا اسف يعني اللي بيعمل كده طبعا مش انت اقرب الى الحيوان منك لا اي شيء اخر ليه لانه هو فعلا الفرق بين حيوان والانسان انه الحيوان ما بيقدرش يشوف غير الانسى كلب ديب بقرد نسناس اي حاجة طالما فيه انسى بتطلع سواء هي بالاصوات زي الدفاضع او بتطلع رواح معينة في وقت التكاثر الزكر ما بيشوفش قدامه ما بيقدرش يشوف اي حاجتان وبالتالي بيبقى موجه ناحية الانسى عشان يضجحها وممكن يعمل ربعمل جريمة وذكور يضربوا وبعديهم من اول النح لغاية الاسود يمكن الاسد بالذات انا اعرف الحيوانات وبحبها يعني فالاسد بالذات ايه يعني بزان بقوله بالانجليزي يعني دماغه كبيرة يعني مراته بتبقى لها علاقات بره وهو بيكبر دماغه عشان كده من هنا جاءت ان مرات الاسد شتيمة هو ده السابق انه رغم ان الاسد شارس جدا فيه معادة ذلك ودي من العجائب يعني الاسد بيعمل بيعمل بي بي في منطقة معينة كل دي حقوق يعني المنطقة دي بتبقى هي الحدود بتاعته اي اسد يجي او حيوان من الحيوانات الكبيرة القوية يعدي على منطقته بيتم الاسد بيعتبر ده اهانة كبرى جدا وبيخش معاه صراعة رهيب جدا لان دي منطقته في حاجة في الاسد بتخليه امية لتكسل شوية يعني ما بيحبش يروح يعني لما بيجي حاجة اه صيدة كده كويسة وكون جعانية كلها عادة اللي بتصطد زوجة الاسد هل ده اثر على رؤية الاسد لحياة الشخصية لمراته اظن ايوه اظن انه ايوه لان هي بتجيب له الحاجات وهو الراجل هي بتروح تعمل على قبر الاسف الشديد وهو بيكبر دماغه تماما انما من هنا يعني دي برضو حاجة رطيفة ليه المصريين بيجتموا واحدة اخلاقها مش كويسة بيقولوا لها انتي انسى الاسد لانه هو فعلا في واقع الامر انه ده ليس اشاعة وله نصيب كبير جدا من الحقيقة في النهاية الفرق بين الانسان والحيوان هو ان الانسان قادر على فصل النوع الجنسي عن السلوك الانساني الانسان قادر على فصل النوع الجنسي عن السلوك الانساني الحيوان ليس قادر وبالتالي الطريقة المتحدرة النظرة المرة هو ان انا ارى انها انسان حدث انها انسى زي ما انت حضرتك انسان حدث انك ذكر استدعاء العلاقة الذكرية الانسوية دي هذه العلاقة في واقع الامر ما تجيش غير في اللحظات الخاصة بس عشان كده تجد انه حاجات تدهشنا احنا تماما يعني مثلا ايه وزيرة الدفاع في فرنسا كانت واحدة ست وزيرة الدفاع في اسبانيا كانت حامل خلاص انت طبعا كراجل لا تسلم اي واحدة ستة في مصر تقريبا من انها تمشي في الشارع ناس تعطي بصر رجليها وبتاعمش يوضي يقولك ايه طب دي هتعدي ازاي على الجنود دول وعلى العساكر دي وعودوا بصوا عليها وبتاعمش مش هيحصل للأسف مش هيحصل لانه متمرن على انه يتعامل مع الستة على انها بني ادم لما يحب بقى وزيرة الدفاع او هي تحبه او بتاع ده موضوع تاني انما عادة هذا فهي وزيرة بالنسبة له وهي استاذة في الجامعة وهي طبيبة وهي زعيمة وهي كل حاجة ما ببصش على الجزء اللي انسى طيب هل نصرف في لوم المجتمع المصري ان احنا فعلا ما بنشوفش الست على انها غير على انها انسى لا ده غير صحيح في واقع الامر ان الستة المصرية تحرارت مبكرا جدا اول امرأة عربية تقريبا في كل مجال كانت مصرية اول واحدة تعلمت واول واحدة دخلت مدارس واول واحدة داخل الجامعة واول واحدة بقت وزيرة واول واحدة بقت في الحكومة واول واحدة في البرلمان كله في مصر واول قائدة سيارة واول قائدة طائرة كله في مصر لا يمكن ده يحصل غير لو انت كان عندك نظرة ايجابية للمرة جاءت النظرة دي منين؟ من محمد عبدو لو نرجع لو عندوك وقت رجعوا اقروا الاعمال الكاملة تحت محمد عبدو عشان تعرفوا القراءة المصرية للإسلام الراجل حرر العقل المصري من كفض الخزعبلات اللي رجعنا بعد مئة سنة لسه نتكلم عليه يعني قال ان النقاب ده عادة بدوية النقاب اللي هو غطاء الوجه عادة بدوية وقال الست زي الراجل في الحقوق وحاجات كتير جدا وطلب بتقييد التعدد وحاجات كتير جدا الكلام ده ايه؟ الف وتمنمية الف وتخلي بالك من التاريخ الف وتمنمية تسعة وتسعين يعني قبل ما يبتدي القرن العشرين حصل ايه بقى؟ هنا بنرجع لفكرة ان الثورة مفاهيم لما انت عملت ده حصل تراكم لغاية لما حصل الثورة التسعتاشر ليه ارهاصات طبعا قبليها نوع الثورة التسعتاشر بعد ثورة التسعتاشر رغم الاحتلال بريطاني حصل انطلاقة عظمة في مصر في كل المجالات لان المفاهيم اتغيرت اهم حاجة في الثورة تغيري المفاهيم وبعد نطبقها مش التغير السياسي فضلنا كده فضلنا كده كل فترة عبد الناصر طبعا عبد الناصر جيه راح دافع المرأة كمان قدام قديل لسياداتكم نموذك بسيط جدا ظهور فرقة رضا فرقة رضا دي فرقة مكونة على غير فرق الرأس الشرقي الذي هو الرأس الشرقي يعني في تقدير هنا هو تعبير ايروتك ايروتك يعني شهواني او حسي عن اونوس خلاص بس فيه اقاع وفيه موسيقى وعادة من العوال المرأسات من القرن 19 وال18 هم الطبقة التعيسة في المجتمع اللي ما عندهش اختيارتان لما جاء عبد الناصر والمجتمع كله في نهضة واصلا فيه حركة دافع شغالة من صورة 19 ام حصل ايه جم ناس من ابناء الطبقة المتوسطة اللي هو ما دي اللي هو ممكن هزيه الطبقة اللي هو ممكن تدي لعوالم وقالوا على لا تم الرأس ده حاجة جميلة جدا تم نعمل رأس شرقي من غير الجزء الشهواني فنشأت فرقة رضا في بداية الستناد على فكرة موضوع فرقة رضا ده ليه معنى جامل جدا اكبر بكتير او من فرقة رأس يعني اول حاجة انه فيه مفاهيم اتغيرت فجوم ناس ما هماش الجمهور التقليدي بتاع الرأس الشرقي عملوا رأس فني عملوا رأس فني راقي جدا فيه اقاع وفيه انوسة وفيه موسيقى وفيه حركة بس ما فيهوش شهواني ما فيهوش جنس ولا فيه اي حاجة وبالتالي ابتدت اهالي يعملوا يقدموا بناتهم لفرقة الرأس ليه يقدموا بناتهم لفرقة الرأس لانه بقى محترم حاجة محترمة جدا فريدة فاهمي الرأي ده في هذا ابوها كان رئيس قسم في كلية الهندس ها وقال انا في خرب بنتي جد ها ليه انت حاول دي تغير المفاهيم بقى حولت حاجة خاصة بال حاولت حاجة خاصة بالعوالم والافراح واخر الليل وبتاع حاولتها انها بتتعامل في المصرح القومي ثم تقدم مصر تقدم مصر في المهرجانات كلها بتاعت العالم فييجي عبد الناصر سنة ستة وستين ويقوم مدي لفرقة رضا وسام الدولة للفنون شوفي بقى الدفعة يعني بعد ما كان من من الموضوع ما هو رقاصة حقيرة علمة ربنا يتوب عليك بتاع بتتعامل حاجة فنية جدا ما فيهاش اي شيء مصف فتبتدي بنات الناس يخشوا اكاديميات الفنون لانه بقى حاجة زي البالية ما فيهاش حاجة فتيجد بعدين تبقى مجد عظيم للدولة فتيجد دولة نفسها تعترف بالرأس الشعبي وتديله وسام الفنون اظن سنة ستة وستين ده المقصوب بتغير المفهول يبقى احنا عندنا هنا نظرة متحضرة للمرأة مستمرة في مصر من القرن التسعتاشر وبتكتاز معارك وبتخذ معارك وبتكسبها باستمرار وعندنا مفهوم اخر عكسي راجعي هقول لكم جيزاي بس عايزة اقول لكم على حاجة لطيفة جدا فاواخر الاربعانات كان فيه معاركة كبيرة اوي ليه معاركة كبيرة اوي لان بعض الفنانات الممثلات راحوا زاروا وكيل او احد مشاخل اظهر اللي اشتهر بتشدده اللي اشتهر بتشدده ده مكتوب فالراجل قال بعض ممثلات السينما كلام ده 47-48 بعض ممثلات السينما فيه شك في اذا كانت فلوسهم حلال ولا حرام الراجل قال ايه بعض وقال فيه شك الدنيا مصر كلها قامت ولم تقعد ازاي الراجل ده يتهم هؤلاء الممثلات والفنانات هذية اللي اتهمات وازاي يقول كذا واتفتحت معاركة الراجل كان اسم الشيخ ابو اللويون او ابو العنين اه اتفتحت معاركة هو بيرد والناس بتهجمه الى ان انضم للمعاركة عباس محمود رقق نفسه وقال الحقيقة انه قاعد بقى كلام عن الفن وانه لا صح اطلاقا انك تقول كده على ناس فنانين والفن ده علامة تحضر الامم ورح مديه لوحدة في الاخر قال الحقيقة مش بعض الممثلات اللي فيه شك في ان فلوسهم حلال ده بعض المشايخ المنافقين هما اللي فيه شك ازا كانت فلوسهم حلال المقالة موجودة عشان تشوفوا قد ايه كان فيه مفهوم متقدم للمرأة جدا عمال يكسب معارك يكسب معارك الوجيه عبد الناصر رح دافع بالمرأة الى النهاية مع مجانية التعليم معه 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 وصلنا لغاية اواخر السبعينات حصل بقى مشكلة ايه هي المشكلة حرب اكتوبر قامت النفط ارتفع فوق العشر او اتناشر او خمستاشر ضعف اصبحت انت بتبيع البترول فبتاخد خمستاشر ضعف او اكتر من الفلوس اللي كنت بتاخدها فاتعملت قوة اقتصادية في الخليج غير مسبوقة سببها الرئيسي هي حرب اكتوبر يعني انت كمصري كمقاتل مصري انت صاحب فضل في هذا الرواج فضلا يعني مباشرا بدليل انه انور السادات طلب من مجلس التعاون الخليجي انه مصر وسوريا بقالهم حصص في البترول لانه قال لهم كده مباشرة قال لهم نحن اصحاب فضل في ان البترول بعد الحرب بقى بهذه الطريقة ووافق مجلس التعاون شفاويا والرواية للدكتور جلال امين شفاويا على ان مصر يبقى لحصة من نفط البيع نفط الخليج ثم تراجع بعد ذلك اللي عايز اقوله ان انت صاحب فضل احنا او الذين قاتلوا وحاربوا اسرائيل في حرب اكتوبر لهم فضل مية المية في هذه انما اللي حصل ايه بقى المشكلة المشكلة ان انت كانت مراكز التطور الاجتماعي والثقافي موجودة في منطقة والصروة